السلام عليكم في الفيديو جديد هكلمكم النهاردة فيه عن حاجة بعض المهاجرين قلة من الناس بيعملوها لكن عايز اقول لكم عليها واقول للناس اللي بتفكر تعملها ياريت ما تعملوهاش في للأسف بعض العرب عندنا لانهم بيكونوا بيتعاملوا مع امريكان والامريكان طبعا ما يفهموش عربي فساعدت لقي الواحد منهم ايه عايز يستظرف او عايز مثلا بيكون غضبان او حاجة وعايز يطلع همه في اللي قدامه فيقوم جاي شاتم الامريكاني اللي قدامه بالعربي على ان الامريكاني مش هيفهم هو يول ايه فبغض النظر الاول على ان انك انت تشتم انسان بدون سبب دي حاجة مش كويسة لكن في بعض مواقف حصلت كمان خلت الناس دي تتحطي في موقف محرق جدا لما شتموا ناس بالعربي وطلع ان الناس دول بيفهموا عربي ففي مثلا حكاية انا مش رفتهاش لكن سمعتها عن واحد صاحبنا كان شغل في مطعم كده بالليل في مدينة جامعية وبالليل في الويك اند بقى تلاقي الشباب يدخلوا ويبقى الدنيا بيزي جدا فيعني الناس اللي شغلة بتبقى بتتعب من ايه من كتر الشغل في الوقت ده فهو كان تعبان وقرفان فدخل عليه شباب بقى امريكان كتير منهم بنتين دخلين شعروهم اصفر كده وايه شكلهم امريكاني فهو راح جاي يمديهم ايه اللي فيه نصيب شتيمة كده عربي ايه اه ما تصحش تتقال يعني وطلع ايه على حظه ان البنتين اللي شعرهم الصفر دول اه طلعوا من اخواتنا من لبنان عربيهات لكن شكلهم ايه شكلهم مش عربي اه فطبعا فهموا هو قال ايه وكانت مشكلة اه في ناس امريكان يعني انا مسلا ليا واحدة من اللي اشتغلت معهم كانت المديرة بتاعتي في مؤسسة دولية في امريكا في شيكاغو هنا كانت امريكية 100% وكانت من جاوزة واحد فلسطيني وكانت عاشت طبعا معا يعني 20 سنة او اكتر فكانت تعلمت عربي كويس فشكلها امريكاني 100% يعني عمرك ما تشك ان هي بتفهم عربي لكن كان بتفهم عربي 100% فالقصل انك انت متعرفش اللي انت بتكلمه هيتطلع في الاخر يفهم عربي او لا فده بس ايه يعني يكون رادع لو مفيش الرادع بتاع الاخلاق اساسا انك انت متشتفلش حد حتى لو انت ارفان وزهقان البني ادم قدامك ده زنبوئي لكن لو ده مش كفاية فخلي برضو ايه الرادع انك ما تغترج بالمنظر وبالشعر الاصفر ممكن يكون البني ادم قدامك ده بيعرف عربي كويس وتبقى تحط نفسك في موقف محرج طبعا الكلام ده للناس اللي في اي بلد اه مش امريكا بس في اي بلد الناس بتتعامل فيه مع الخواجات وده بس رسالة النهاردة ان شاء الله نشوفكم فيديو جاي اعملوا سبسكرايب وشير عشان ترجعونا ان احنا استمر ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة